اندلعت معارك جديدة في شمال سوريا بعد ساعات على إعلان مقف إطلاق النار في لبنان المعارك هزت من جديد الاستقرار في المنطقة خاصة وأن هناك محاوف من تمدد المسلحين جنوباً والاقتراب من الحدود اللبنانية كان واضح أن هناك مخطط من أجل إنهاء انصح التعبير الهيمنة على الأراضي السورية من قبل الدولة السورية والجيش السوري هناك مخاوف بالطبع يعني ما يحاول الأمريكي طبعاً هناك محاولة من الأمريكي والإسرائيلي اللي خربطت المنطقة كلها من المنطقة اليوم نتحدث يعني إذا لا سمح الله يعني من بعد حلب إذا كان هناك تقدم إلى حمى وحمص وصولاً إلى الأراضي اللبنانية وصولاً حتى من الأنبار إلى الأراضي العراقية وما إلا ذلك خلطت التحركات الجديدة للمسلحين أوراق التسوية التي كان يجري الحديث عنها ويرى الخبراء أن مساندة حلفاء سوريا أساسية لمنع تدهور الأوضاع مطلوب أقصى تعاون إقليمي دولي لمواجهة هذا الخطر الذي إذا استطاع لا سمح الله أن ينال من أمن واستقرار سوريا سنكون أمام لعبة دومينو أو لعبة أواني مستطرقة هذا قد يطيح بلبنان وبالعراق وبالأردن لأصلاً موجود هلأ بعين العاصفة ويهدد استراتيجياً أمن مصر وأمن الخليج يبدو أن سوريا بحاجة إلى مزيد من الجهود والدعم وخاصة من الأصدقاء من أجل الحفاظ على سيادتها ودورها المحوري في المنطقة يشعر المواطنون اللبنانيون ومنطقة الشرق الأوسط بالقلق مما يجري في شمال سوريا وهم على أمل أن يعود الاستقرار إلى البلاد لما له تأثير إيجابي على استقرار لبنان والمنطقة غارم شرف الدين سيجاتيان عربية بيروت